السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال عن التصدير الفي. ليه الموديل بيجي غير مجتمع ممكن يفكد بعض الاليمنت انت فاميسي. طيب ايه هو الفي وعايزين ناخد الحكاية من اولها. الحكاية من شركات البيم زي اوتو ديسك جراف سوفت تيكلا كذا شركة. اه لقوا ان هما كل واحد فيهم بالكلام ده خاصة بيه. يعني رفت بسائف ار بتي ده بسائف داد معين داد معين. والبرامج بيش شايفة بعض. يعني لو انا شغال مسلا معماري بالاركي كات. والشركة اللي بتعمل انشائي شغالة مسلا بالتكلا. فاحنا كل واحد فينا شغال لوحده وما اقدرش يشوف شغلة تاني. فعمل الحكاية اسمها بلد انج سمارت دي شركة غير هادفة للربح. مهمتها انها توجد لغة مشتركة بين البرامج وتساعد عملية. اه تبادل معلومات في البن بحس ان مرقش. اه في شركة هي اللي بتفرض سيطاريتها لأ الشركات كلها بتتحد على انها تساهل الشغل. فمن ضمن الحيط اللي عملوها او اه بيبدأ ان انت مسلا شغلت على برنامج براوز الاركي كات وعايز عايز تشغل حاجات تاني على تكلها فاقدر تصدر وقدروا يفهمها. اه الموضوع بيتطور يعني كان في اف سي وعنده بقى كاته وهكذا كل مرة بيبدأوا ينزلوا وبدأوا يشوفوا ايه المشاكل اللي ظهرت وبدأت المشاكل تقل. تمام? فمن مشاكل دلوقتي احنا دلوقتي عشر واحد وشين بقت قولها له خالص. لو انت بنفس الموضل بتصدره من الزارات قديم او بتصدر اف سي وان بتلاقي في حاجات فعلا كتيرها بديها. فالفاكرة كلها ان هم كل شوية بيتطوروا نفسهم. ومتنساش ان حتى لو انت شغال على ريفت اي اصدار وتلاقي انت بس سنة واحدة. في حاجات بتفقد. يعني لو انت شغال على ريفت عشرين وعشرين بركاجة عشر وعشرين فبتعمل update للموديل او بتفتحه على الاصدار الحديث. بتلاقي حاجات بتدرب وغالبا بتقفل فاتج بتاعة الميكانيكا والبلومنج وحاجات زي كده. بس اه بصفة عامة هو اصبح افضل بكتير. وبعدين الاسلوب نفسه يعني فيه الناس بتعمل ايه? يقول لك open ifc. فيه اسلوب تاني تعمل import ifc. تمام? فيه link ifc. فكل واحد من دول بيبقى ليه الاسلوب العامل بتاعهم. وفي حاجات تنفى تشغل بيها وحاجات لأ يعني ايه? انا ضغط الوشوار مع شركة تانية بتعمل ايه في سي مش ينفع عامل open ifc واستغل عليه. لأ لازم يبقى فيه لينك بحس لما يحصل التعديل. انا ابدأ اشتغل عليه. بس احنا جربنا كزا كزا اسلوب ولانا فيه بعضهم فعلا بقى فيه اه اختلافات.